طيب أعود بالله ونشترى جيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله أو في هذه المحاضرة إن شاء الله بدنا نشرح المحاضرة أو الـ الـ Sequence to Sequence Model with Attention رح نرجع الـ Sequence to Sequence Model مع الـ Attention ونتعرض لـ Task جديد اللي هي Machine Translation نتعرض لها بالتفصيل طبعا هذه المحاضرات من يعني يعني adopted من جامعة Stanford University الكورس المعروف في الـ Natural Language Processing فعليا إحنا في هذه المحاضرة راح نحكي عن الـ New Task في الـ Natural Language Processing اللي هي الـ Machine Translation وتشوف كيف ممكن أن احنا نستخدم الـ Neural Network Architecture اللي والـ Sequence to Sequence نتوسع فيه احنا قريضي حكينا عن الـ Machine Translation ولكن ان احنا بدنا نتوسع فيها في هذه المحاضرة بشكل كتير كبير لأنه بدنا نشوف كيف ممكن ان احنا نعمل لـ Improvement للـ Performance من خلال الـ Neural Technique اللي اسمه الـ Attention نبدأ بالجزء الأول اللي هو الـ Pre-Neural Machine Translation فعليا الـ Pre-Neural Machine Translation هو يعني احنا هنعرف بالتفصيل ايش هو الـ Machine Translation وبعدها نشوف انه ايش الفترات اللي يعني تطور الـ Machine Translation طبعا الفكرة في الموضوع هنا ببساطة جديدة انه اي task راح تلاقيها في الآخر انه هي بتصب انه هي Machine Learning Task بس انت بدك تحدد ايش هو الـ Input و ايش هو الـ Output يبقى الـ Machine Translation is the task of translating the sentence x تمام from one language عادة بنشير لهذه الـ Language اللي هي source language تمام to a sentence y in another language في لغة اخرى وعادة احنا بنشير لهذه اللغة بالـ Target Language يبقى المصطلح Source Language والـ Target Language مستخدم على نطاق واسعة يعني احنا بنا نرتب الموضوع كـ Input و Output احنا زي ما تعودنا الـ Machine Learning هي X و Y الـ X هو عبارة عن الـ Airput والـ Y هو عبارة عن الـ Output فبالتالي بدنا ندرب الموضل انه ياخد الـ X عشان يعمل الـ Predict للـ Y الـ X هنا احنا في هادي الحالة عنا عبارة عن نص باللغة الفرنسية الـ Home الـ Home الـ Home الان ترجمة هادا الناص أنه the man is born free ليبخ free و هنا أنه المان هي هو الأوم تمام يعني أنا ممكن أعمل لك alignment هنا A هي الإز الأوم هي المان و هنا ن معناها born ولد ليبخ free هادي but و هنا بخ to ليه everywhere إل هادي هي وهذا الverb to be باللغة الفرنسية الإي اللي هو الإز وهنا don هي الان لي فيخ لي فيخ هادي عبارة عن زي definite article ما إلها مقابل هنا تمام وهنا الفيخ اللي هي للتشين فبتلاحظ أنه أنت في عندك هنا في زيادة وهنا برضو كذلك أنه في زيادة هنا هاي حطيت تحتيها خطين وهنا تحتيها خطين أوكي طيب يبقى الانبوت والاوتبوت هنا مش متساوي في الطول هاي الملاحظة في الموضوع شو تاريخ الماشين ترانسليشن؟ فعليا الماشين ترانسليشن بدت من الف وتسعمية وخمسين طبعا أيام الحرب الباردة كان أول ماشين ترانسليشن موديل تم تطويره بترجم من اللغة الروسية للغة الإنجليزية لأنه كان التجسس على نطاق واسع وفي عندنا الكثير من الرسائل وفي عندنا الكثير من الشغلات اللي لازم أنه هي تم ترجمتها فبالتالي أنه تم لجوء للماشين ترانسليشن للترجمة الآلية بدل ما أنه يعتمد على الهيومن ترانسليتور طوال الوقت فعندك الفيديو القصير هذا دقيقة بيشرح لك أو كان بيحكي على الماشين ترانسليشن من الروسية للإنجليزية في ذلك الوقت كان النظام هذا rule-based تمام وبيستخدم بي-lingual dictionary أو قاموس ثناء اللغة طبعا قاموس ثناء اللغة مع rules أنه بتقول أنه كل كلمة بيكون في إلها كلمة مقابلة تمام وبتبدأ تحط بعض rules إذا كانت الكلمة السابقة كذا فبالتالي بيكون كذا إلى آخره من هذا الكلام طيب الآن هذا طبعا هذا الكلام أنه في حقبة الخمسينات وكان يعني ما بيتم استخدامه على أي نطاق تجاري وكان زي ما حكينا أنه بغرض الحرب الباردة الآن من بداية التسعينات لغاية الألفين وعشرة ظهر أنا عندي statistical machine translation خلي بالك هذا statistical وليس neural machine translation الفكرة الأساسية أنه إحنا بدنا نستخدم probabilistic model أو نعلم probabilistic model من البيانات تمام لأنه أفترض أنه إحنا بدنا نترجم من فرنسي لإنجليزي فالتاسك هي أنه إحنا بدنا نجد أفضل جملة بالإنجليزية Y لأنه إحنا بدنا نترجم من الفرنسي الفرنسي هو source اللي هو الـ X تمام وهذا ال-Y فبالتالي إحنا بدنا نجد البست خط تحت البست best English sentence Y بدنا نجد البست Y given French sentence X فهذا الكلام أنه البست هي عبارة عن الـ argmax هذي عبارة عن دالة معروفة في في الستاتيستيك أنه إنت بدك تجيب البست Y argmax Y تمام لا إيش أنه la probability ال-Y given X شو احتمالية أنه تكون هاي هي عبارة هاي الجملة Y هي عبارة عن ترجمة للجملة X فهذا عبارة عن probabilistic model تمام هذا الـ probabilistic model ممكن أنه نقسمه لـ two components الـ component الأول اللي هو translation model تمام فهذا ممكن أنه هو يشتغل على نظام board level أو phrases وهذا بتم التدريبه على الـ parallel corpus خلي بالك من النقطة هذي تماما فهنا أنه نرجع على أصل يعني الكلام اللي أنا ذكرت لك هي أنه أنا في عندي هنا source document وهنا target document أو corpus أو data هذا وهذا عبارة عن الـ Y وزي ما حكينا أنه هذي بره للcorpus فبالتالي كل جملة تقابلها جملة في الـ target language أنه هي بتكون ترجمة لها وعمليا هذا يعني بيكون عبارة عن ملفات زي ما ذكرت لك أنه أنت بيكون في عندك ملف للنصوص باللغة الفرنسية وملفتاني لمصوص باللغة العربية وبيكون عدد الأسطر فيها متساوي يعني هنا لو هذا كان ألف سطر هذا برضو بدي يكون ألف سطر لأنه كل جملة بدي يكون جملة بتقابلها فهذا هي الـ parallel corpus اللي أنا بحكي عنها أنه هي راح تكون عبارة عن two files تمام زي ما حكيت لك أنه هاي الـ parallel data اللي أنا بحكي لك عنها عشان أنت تتخيل شو معنات الـ parallel data كمان مرة تمام الآن بتضل الجزئية الثانية أنه probability تبعه الـ y هذا بنسميه language model طبعا أنا عندي probability تبعه الـ y اللي هي الجمل في اللغة الإنجليزية أنا في عندي عدد جمل والجمل هذه قد تكون أنه هي متكررة يعني على سبيل المثال لو إحنا صنفناها أنه الجمل الترحيبية الجمل الاستفهمية إلى آخرين من هذا الكرام فبتلاقي أنه مثلا الجمل الترحيبية أنه أنت في عندك شغلات متكررة أنت عندك في النص في الكوربوس فبالتالي probability تبعه تكون أعلى بهذا الشكل فعشان هي المقصود probability تبعه الـ y شو probability تبعه يعني جملة hello how are you probability تبعه أنا بتوقع أنه عالية لأنه هي مستخدمة على نطاط واسعة تمام لكن جملة تانية تركيبها مختلف جديد عمره وش مر علينا قبل هيك فبالتالي من الصعب جدا أنه يكون الفريقونسي تبعه عالي فبالتالي أنه probability تبعه أنه تكون عالية تمام طبعا شو الهدف من language model تبعي طبعا هذا زي ما حكينا هنا أنه تتم تدريبه من المونو language يعني أنت بس مجرد وكأنه أنت بتبني language model والlanguage model إحنا درسناها في أبواب سابقة الهدف من هاي الشغلة أنه أنت بدك تدمج هدول الشغلتين مع بعض يعني أنت بدك تجيب أنه شو probability أنه X given Y تمام أنه أنت بدك تجيب arg max Y وفي نفس الوقت أنه أنت بدك تختار best Y فعشان هيك أنه بدك تختار حسب probability تبعتها في اللغة تمام أوكي طيب الآن بدنا نحكي عن الفترة لها من التسعينات لغاية الألف وعشرة لشتاتيستيكال machine translation نحن نحن بدنا فيها في هذا السلايد نحن نكمل كيف نحن ندرب التranslation model هذا اللي هو probability أنه X given Y فهنا بدنا نحتاج ل large amount of parallel corpus أو parallel data اللي حكيت لك عنها هنا تمام فهذه parallel data هي عبارة عن تعريف لإلها أنه pair of human translated French English sentences و لدينا في المعرض روسيتا stone هذا عبارة عن حجر معروف جدا كان على هذا الحجر مكتوب اتفاقية و اتفاقية هذه مكتوبة بالمصرية القديمة وهذه برضو أحد اللهجات المصرية والإغريقية القديمة فهذه كانت أول parallel corpus تمام وكانت مكتوبة على حجر روزيتا روزيتا stone بالمناسبة في شركة اسمها روزيتا stone لو بحث عنها برضو كذلك أنه هي تشتغل في مجال الترجمة الآلية وهذا الحجر يعني معروف جدا في مجال machine translation لأنه هو يعتبر أول parallel corpus طيب السؤال الآن هل في أنا عندي فعلا parallel corpus large amount أكيد جدا يعني أكيد وين متوفرة متوفرة في العديد من المؤسسات يعني بتلاقي على سبيل مثال البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبي ملظم هو قانونا أنه كل القرارات اللي بتم إصدارها أنه يتم كتابتها باللغات تبعة الدول تبعة الاتحاد الأوروبي فبالتالي أنت عندك كل قرار أو كل جملة هي عبارة عن يعني مكتوبة بعدة لغات فبالتالي هذه مرة للكوروز حتى ما قبل الاتحاد الأوروبي رح تلاقي أنه أنت عندك في الأمم المتحدة كل القرارات تبعتها يعني ملزم أنه تكون مكتوبة بالسبع لغات الحية أو السبع لغات الرسمية أحد اللغات الرسمية كل اللغات الرسمية تبعت الأمم المتحدة وأعتقد أنه عددها سبع سبع لغات من ضمنها العربية فبالتالي البراليل كوربوس متوفرة فهتلاقي كور قرارات الأمم المتحدة أنه مكتوبة بسبع لغات وهي عبارة عن ترجمة لبعضها البعض فبالتالي في براليل كوربوس أنه تم إنشاءها يعني خلق معينة وممكن استغلالها في هذا الإطار في غيرهم كتير مصادر في غيرهم كتير يعني ممكن أنه نحن نحكي على هذا الإطار في الريسورسز لو أنت حابب أنه أنت تشتغل في هذا المجال أوكي يبقى احنا اتفقنا إنه بنندربها على الباراليل كوربوس إحنا بنحتاج ل طيب حصلت عليها كيف بدي أدرب الترانسليشن موضيل اللي هو الprobability of x given y from the barallel corpus فعليا إحنا 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 رح نسوي رح نجزئها رح نقسمها هذه الconditional probability رح نجزئها أكتر فبالتالي رح نستخدم latent variable متغير مخفي اللي هو ال-a وال-a إحنا ليش اختارنا ال-a لأنه بدنا يعني نرمز لل-alignment ال-alignment ال-alignment فعليا هي عملية المحاذة فاكر المحاذة اللي عملتلك إياها في السلايد قبل شوية بين الجمل بين الجمل اللي بالفرنسية هاي هاي لأوم اي ني لبغ اي باغتو ال دون لفر فا هاي انو اللي منتباح مع كل جملة بالإنجليزية لكن المثال المثال الموجود أنا عندي هنا أنه أنا عندي هنا جيرمن تمام وعندي هاي انجليزي بتلاحظ نفس المشكلة أنه عندك هنا والفلاي أنت بتلاحظ أنه هي كوريسبون أو to be aligned with one word in the German language فبالتالي لاحظ أنه انت في عندك شغلة مهمة جدا هنا اللي هي ال word order تمام لأنه هنا هنا زور conference هنا تدك conference انت عندك هنا أنه بتكون جاية قبل وهذا الكلام برضو موجود احنا عنا في العربية لأنه احنا عنا على سبيل المثال أنه انت بتحكي the white board احنا بنحكي الصبورة السوداء عفوا الصبورة البيضاء وليس يعني البيضاء الصبورة فبالتالي ال word order احنا عنا بين العربي والانجليزي برضو مختلف فموضوع alignment هذا عبارة عن تحدي أنه أنه نعمل بشكل automatic أنه يتم معرفة كل جملة وإيش كل كلمة وإيش الكلمة التي تقابل لها وخلينا أحكي هذا الكنان بشكل دقيق أكتر كل كلمة في source language أو source sentence بالأحرى إيش الكلمة التي تقابلها في target sentence فهذا هاي وهنا word level correspondence between the source sentence x and the target sentence y in a word level كل كلمة إيش الكلمة التي تقابلها الcorrespondence في source language x وفي target عفوا في source sentence x وtarget sentence y كمان فبالتالي هاي الألعيم التعريف تبعوها يرجع كتب لي هنا كمان topological alignment topological alignment topology هي متعلقة بالكتابة topological differences بروح بشوف إيش الاختلافات أنا عندي بين الكلمات تمام وهذا بيأدي ل complicated alignment وهنا في أنا عندي عدة مشاكل إنه في بعض الكلمات ما في إلها مقبل no counterpart يعني على سبيل المثال أنا عندي هدي نص بال بالإنجليزي وهذا نص بالفرنسية إنه japan shaken by by two new quakes اليابان اهتزت بهزتين جديدتين هزتين أرضيتين طبعا بطبيعة الحال طبعا هنا أنا في عندي هنا لو لو هي بتمثل definite article لو جابون هذي بنسميها سو سو بريوس وورد أو كلمات زائدة وهذه بالمناسبة يعني موجودة برضو كذلك في عدة لغات يعني برضو موجودة عنا في العربية يعني على سبيل المثال بالإنجليزي انت بتقول cairo القاهرة مع عمرك بتقول the cairo أوكي وهذا كلام موجود بالفرنسية يعني بمعنى إنه بالفرنسية القاهرة lo care lo اللو اللي هي the definite article موجودة فبالتالي بالفرنسية أقرب للعربية من ناحية إنه استخدام التعريف مع المدن فبالتالي إحنا بالعربي بنقول القاهرة عمرناش قلنا قاهرة لحالها دائما بنقول القاهرة بالفرنسية كذلك نفس الشيء lo care دائما بالdefinite article lo care اللو اللي هي definite article أما بالإنجليزية إنه فقط care فبالتالي اللو هذه تعتبر إنه هي كلمة زائدة تمام فبالتالي الالايمنت إنه توجد كل كلمة وإيش المقابل تبحها بدو يكون في عندك هنا matrix بهذا الشكل تلاحظ تلاحظ إنه لغ في الشيء ولا كلمة مقابلة لإنها وهي إنه جابان وهنا جابون بالفرنسية وهكذا عفوا هجلت الالايمنت هنا المشكل إنه في عنا عدة يعني صيغ ممكن يكون في عندي many to one شو معنات هذا كلام إنه أنا ممكن يكون في عندي عدة كلمات to be aligned to one word هنا على سبيل المثال إنه the law هنا balance least was the territory correspond to one word in france تمام وهنا off that وهنا برضو o بهذا الشكل وهنا إنه برضو هدول الكني متين إنه correspond to one word لاحظ الماتريكس كيف إنه عددك هدول التلات كلمات هاي هدول هذي correspond to one word تمام هاي هدول 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 التلات سي هك وهنا نفس الشي إنه التنتين هدول وهدول التنتين فهذا money to one في عندي حالة تانية اللي هي one to money فبالتال هنا أنا بيكون في عندي كلمة زي هيك implemented implemented بالانجليزي إنه made in application made in application إنه زي إنه يضع في التطبيق هو المقابل تبع implementation بالانجليزي تمام وهذا كلام برضو كذلك عنا موجود بالعربية يعني برضو بعد ما أخلص هذي الشغلة حدي لك عدة أمثلة بالعربية إنه بتمثل إنه one to money و money to one بهذا الشكل لاحظ هنا إنه بذل ما كانت إنه هذي إنه واقفة وقف زي هيك إنه صارت إنه هيها زي هيك فبالتالي هذي كلمة واحدة بالانجليزية تمثل ثلاث كلمات بالفرنسية may in application فبالتالي alignment is complex ممكن إنه يكون في عندي هنا يعني على سبيل المثال يعني بعض الكلمات بتكون زخمة أو غزيرة يعني على سبيل المثال لاحظ إنه هذه الكلمة تمام إنه this word has no single word equivalent in English تمام إنتغت تغت تغت لوحدة بالفرنسية تعني كيكة إنتغت صارت فعل إنتغتي وهنا قبليها الما ما يعني إنه هو ضربني he hit me with a buy هو ضربني بال هدول كلهم اللي هي إنتغتي تمام مش كلهم مع هذا المي طبعا لأنه هنا المي إجت ما ما تغ الم إنتغتي بهذا الشكل أوكي فالalignment إنه فعلا إنه هي complex هنا ممكن يكون في عندي money to money في هذه الحالة إنه يعني زي ما أنت شايف إنه don't have any money وهنا sonnt the money تمام هنا the law هادي definite article poor الفقراء booths booths هنا don't have any money son the money هادي money to money الله كبل ما أنتقل لن next slide أنه أنا أدي لك زي ما ذكرت لك هنا أنت عندك هنا أربع كلمات and it corresponds to one word تمام ناخد المثال بالعكس مثلا على سبيلي المثال أنه أنت عندك مجلس النواب هادي كلمتين تقابل كلمة واحدة بالانجليزية par 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 li ment زي هيك فهذه الشغلات موجودة في عدة لغات تمام و هذه هي الصعوبة في الالايمنت عمره ما بتيجي أنه دائما أنه كلمة تقابل كلمة one to one هذه لا مش دائما هذه الكيس أنه إياه ما بيجي لك one to money أو money to one هذا طبيعي يعني جدا أنه يكون عندك في اللغات طبيعي طبيعي نعم learning alignment في Statistical Machine Translation يبقى هنا هذا ال alignment اللي هو عبارة عن latent variable زي ما حكينا probability probability of x coma alignment a given y هو عبارة عن combination of many factors إيش بيشمل أنه probability of particular world aligning تمام بالإضافة لل probability of particular worlds having a particular fertility له عبارة عن number of corresponding worlds أنه الكلمة هذي كيف مقدار الخصوبة تبعتها إن صح التعبير أو الغزارة تبعتها أنه إيش الكلمات اللي بتكون ممكن تقابل إلها في الترجمة يعني في كلمات فقط كلمة واحدة دائما تقابلها في الترجمة أما في كلمات أخرى ممكن تقابلها خمس ترجمات عشان هيك أنه ال بربيريتي تبعت الورد aligning تمام بالإضافة ل قديش الفلترة تبعت الورد أو number of corresponding worlds تمام الآن الـ هي عبارة عن مجموعة من الـ variables latent variables مخفيين تمام لهذه الكلمة تمام فبالتالي هنا في هذه الحالة أنه نحتاج لـ special algorithm learning algorithm مثل expectation maximization أو EM اختصارا عشان عشان عمل learning يعني عمل learning للبرامeters تبعت فبالتالي انو احنا هنا نرجع هنا شو بدي استخدم بدي استخدم الباسترول اللي هو الارج ماكس تمام y b x given y في البروبابلتي تبعت ال y وحكينا انو هادي بنا نقسمها بنا نحط جواتها ال a طبعا هدا الكلام انا يعني بدربه باستخدام naive pys الاضافة اللي بدنا نضيفها زي ما حكينا انو احنا بدنا نضيف ال variable هدا اللي هو ال a وال variable هدا ال a هدا بدنا بدنا نضربه باستخدام expectation maximization بالغورثم تاني بهذا الكيفية نيجي الان لموضوع ال decoding انو بعد ما دربنا بدنا نيجي decode ايش ال decode مقصود فيها انو احنا بدنا نعمل ترجمة ايش يعني نعمل ترجمة انو انا بدي اعمل feed للموديل بسورس sentence و المطلوب منو انو هو يطلع لالترانسلاشن target sentence اتفقنا انو هدا بدنا نسميه translation model the probability of x given y هادي بدياك تتخيلها يعني ببساطة شديدة جدا 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 زي كانو انو انت بتقول انو شو احتمال ترجمة انو hello how are you بمرحبة كيف حالك بكون احتمال عالي طب شو احتمال ترجمة انو hello how are you بمرحبة كيف الحال لا بكون انو هنا احتمال اقل يعنو مش نفس الترجمة بالضبط لانو انا بحكي how are you كيف حالك تمام اما هديك انو كيف الحال ما خطبتك يعني انو يعني انو ما خطبتك بضمير المخاطب مخاطب يعني فعشان هيك انا بحكي لك انو translation model انو هي عبارة عن conditional probability شو احتمال ترجمة كزا انو تكون كزا فبالتالي انت بتكون بتحط لها probability طبعا الprobability هدي انو to be computed to be computed من parallel corpus يعني انا مش انو انا بحط ارقام زي هيك انو هدي بتم حسابها من خلال parallel corpus اوكي اما language model هدي monolingual انا بركز فيها انو شو احتمال جملة كيف الحال اكم مرات كررت في الكوربوس انا فيها اندي كوربوس فيها عشهر تلافة كررت مسلا سبعمائة مرة بالتالي سبعمائة على عشرة تلاف زي هيك فعشان هيك انو انت بدك تشوف انو انت في عندك ترجمتين ممكنتين كيف الحال وكيف حالك what is the most probable translation انو ايه ادنو ايش الترجمة اعلى يقعا او ايش افضل جملة اختار هاي ولا هاي طبعا هذا في الـ target language Monolingual وحادي اللغة أما هاي Parallel Probability يعني يعني Probability على الـ Parallel Data على الـ Parallel Text شو احتمال أنه تكون كذا ترجمة كذا تمام أوكي طيب نيجي الآن للسؤال لأنه أنا كيف بدي أعمل Compute للArgMax طبعا الArgMax زي ما حكيت ذكرت لك المثالين الآن أنه أنا في عندي الـ x هي عبارة عن Hello How are you ففي أنا عندي عدد احتمالات لأترجم على احتمال الأول مرحبا كيف حالك والاحتمال الثاني مرحبا كيف الحال أوكي فكيف بدنا نحسب هذا الكلام لازم أحسب Every possible Why وبروح بحسب Probability تمام وبروح بشوف الأعلى لأنه أنا هنا مطلوب مني الArgMax ولكن هذا This is too expensive لأنه أنت في عندك احتمالات كتيرة تمام وهنا إنه ممكن إنه إحنا نعمل حاجة اسمها إنه Strong Independent Assumption في الموديل فبالتالي ممكن نستخدم Dynamic Programming بدل من يعني إنه Conditional probability حسابها مؤقت فلما أدخل الassumption هذا إنه هذي Independent فبالتالي بيصير حسابها بشكل سهل بيكون هي بس مجرد عبارة عن حاصل ضرب زي ما حتشوف الآن تمام وهذه الprocess is called Decoding يعني على سبيل المثال إنه يعني هنا الفيتربي هذا عبارة عن Decoding والDynamic Programming هذا عبارة عن طريقة إنه هي زي ما ذكرت لك هي عبارة عن حاصل ضرب يعني على سبيل المثال يعني موضوع الindependence أضرب لك مثال المثال إنه شو احتمال إنه الدنيا تمطر تمام بدك تاخدها إنه Conditional probability يعني Conditional probability إنه إذا قلت لك إذا علمت إنه إنه السماء غائمة وأنه سرعة الريح هل جد وإنه درجة الرطوبة هل جد شو احتمال إنه تشتي فبالتالي إنه هذه عبارة عن Conditional الآن ال Conditional بدك تحسبها لهدول المتغيرات الثلاثة أو الأربعة اللي ذكرت لك إياها اللي هي طب بدك تحسب المطر وبالتالي بناء على إيش بناء على إنه الجو غائم وبناء على درجة الحرارة أو الرياح هفن أنا ذكرت وبناء على الرطوبة باطئة ولكن إحنا افترضنا شو السبب إنه بدنا نسهل الحسابات شو بيصير طيب إذا احنا افترضنا إنه هما independent ما لهم دعوة ببعض بيصير حساب الprobability هو عبارة عن حصل ضربهم أما إذا كانوا dependent بيعتمدوا على بعض حصل الضرب ما بينفع لا بدك تحسب combined أو joint probability وبتكون الحساب تبحها مواقد أطول يعني بيستغرق وقت أطول أوكي فهي هاي الفكرة في الموضوع إنه صرنا نستخدم هنا حصل الضرب باستخدام ال independent assumption مرة ثانية برجع بأكد أنه الassumption هذا مش صحيح غلط إنه نفترض زي هيك لأنه هذول الشغلات لها علاقة ببعض ولكن إحنا بنفترض عشان نسهل الحسابات تمام يعني على سبيل المثال إنه إنت عندك هنا هذه الhypothesis وهذه الhypothesis وهذه الhypothesis تمام هذول عبارة يعني لو أنت بدك تحسبهم بشكل joint معقد جدا لكن إذا بدك تحسبهم بنظام ال independence assumption أو بنظام dynamic programming بيصير سهل جدا أنه بدك تحسبهم على شكل حاصل ضرب الprobability تبعة X J من J بتساوي 1 لغاية L X في F A J وعبارة عبارة هذه اللي هو الprobability X والA given Y طيب أوكي نرجع ل الفترة من التسعينات لغاية 2010 في هاي الفترة فعليا الstatistical machine translation كانت a huge research field فعلا نشط نشطة الأبحاث على machine translation في الأكاديميا في المجال الأكاديمي في خلال الفترة هادي بشكل كتير كبير طبعا أفضل systems اللي كانت موجودة في تلك الفترة كانت very complex تمام وكانت في العديد من التفاصيل اللي ما تم تذكرها في هاي المحاضرة فعليا لأنه فيها كتير كتير تفاصيل وحتى انه انت بندك تبني ل language pair معين بندك تاخد بعين الاعتبار بعض الخصوصية لهذه اللغات نهيك عن الطرق العديدة في translation model إذا كان word level أو phrase phrase based machine translation أو حتى في منها بيشتغل على نظام syntax أو semantic syntax عفوا machine translation فبالتالي في طرق عديدة في statistical machine translation وهذا الكلام زي ما حكينا انه في تفاصل كتير احنا ما ذكرناها وبيتطلب a lot of feature engineering تمام نهي need to design to capture particular language phenomena ظواهر معينة في اللغة لازم انه انت تعمل design لfeature معينة عشان انه يقدر انه يلغطها بيطلب منك انه انت تعمل maintain extra resources زي phrase table او equivalent table وبيحتاج a lot of human effort to maintain فبالتالي انه هذي الافورس انا بدي اكرر لها لكل language bear فكانت انه هذي فترة التسعينات مع statistical machine translation اوكي الان خلاص اوكي فهمنا هذه الفترة من بعد الالفين وعشرة ضربنا عندي neural machine translation زي ما اخذنا المحاضرة الماضية او المحاضرات الماضية neural machine translation في هذه المحاضرة عفا neural language وذل في هاي المحاضرة رح ناخد neural machine translation ل neural machine translation تعريف الاله ببساطة جديدة هو استخدام neural network من أجل machine translation هذا الماضل زي ما شرحنا في المحاضرة او الفيديو السابق شرحنا انه هو عبارة عن sequence to sequence او اختصارا نحكي عنه sick to sick فبالتالي انا بكون في عندي encoder بيطلع علي هنا context vector context vector مالو feed لل decoder بطلع للtarget language هنا i am a student هنا just we don't او فبالتالي هذا عبارة عن RNN وهذا عبارة عن RNN مختلفة زي ما هو انه هنا two RNN حط خطين تحت هذه الجملة او الخطين زي ما احنا هنا ل neural machine translation ندخل في تفاصيل اكتر انه انا عندي هذا الجزء اي انا بسمي encoder تمام وهذا source language وهذه target language he hit me with a pie هو ضرب ني بشطيرة تمام زي ما شفنا في الصورة فبالتالي هذا اللي هو آخر hidden state هي اللي بعمل ها feed لل decoder تمام و decoder زي ما انتوا شايفين انا بستخدمه هنا انه هاي عملت feed طلع لي ال he تمام ال he روح ادخلتها هنا ك input روح طلع لي hit ال hit روح ادخلتها مرة تانية ك input طلع لي me انا بس مجرد انه مطلوب مني انه نعمل feed لا اول لاخر hidden state من decoder من encoder عفوا لا اول hidden state في decoder فبالتالي بروح بطلع لي output بروح باخده تمام يعني ك output جديد وغاد باخده وطلع output جديد and so on اوكي اوكي الان بدنا نحكي انه sequence to sequence انه فعليا في في زخم ايش مانت هذا الكلام انه انت ممكن تستخدمه في task عديدة مش فقط machine translation يعني ممكن تستخدمه في text summarization يعني بيكون الانبوت انت عندك long text والoutput short text هذا بتعتبره source language وهذا target language ممكن بتعتبره زي هيك why not ممكن انه انت تستخدمه في الديالوج في انه انت تعمل الديالوج system نظام للحوار فبالتالي الانبوت بيكون عندك عبارة عن previous utterance مقطع او جملة السابقة عشان يعمل next utterance او ممكن تستخدمه في parsing المقصود في انه انت بدك تطلع part of speech tag او named entity tag فبالتالي الانبوت عبارة عن text والoutput عبارة عن الoutput بارس as a sequence انه انا عندي هنا دخلت الجملة he goes to school every day فبالتالي انه الهي عبارة عن pronoun goes عبارة عن verb فبالتالي انت بتطلع tag لكل كلمة انه as an output او ممكن نستخدمه في code generation وهذه انه شغلة كتير interesting انه انت بتروح بتدخله على سبيل المثال نص المسألة بالnatural language والoutput بكون code يعني بتصير انه انت بتطلب من المشين انه تكتب لك code انه اكتب برنامج عشان يعمل 1 2 3 ففعليا الموديل هذا بعد ما يدرب ونروح بطلع لك code python على سبيل المثال اوكي طيب ال 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 هو عبارة عن sequence to sequence model تمام ويعتبر example من conditional language model اذا بتذكروا المحاضرة الماضية شفنا كيف انه احنا قلنا عشان بدان نبني machine translation منو نرجع لل language model وشفنا كيف انه بس الموضوع انه هو عبارة عن ترتيب لل input وال output تمام لماذا language model because the decoder is predicting the next word of the target y the target sentence y وهذا ببساطة لماذا target model طب لماذا conditional because انه it predicts prediction are also conditioned with the sentence x معنا ذلك انه هو output y prediction هذا انه بيعتمد على x فعشان هيك انه conditional تمام الانيور الانيور المشين translation بشكل مباشر بحسب الprobability تبعة y given x مش انه زي ما شفنا في الprobabilistic انه بدي احسب يعني انه بدي يكون في عندي الlanguage model ويكون في عندي الtranslation model وهدول انا بدي اجيب argmax لا مباشرة انه بروح بحسب شو الprobability انه y given انه الinput x بهذا الشكل هاي عبارة عن بنا نفروطها بهذا الشكل لانه انا بدي اعتبر ال y هاي عبارة عن sequence of output الprobability of y given x هي عبارة عن y 1 given x ضرب الprobability تبعاد y 2 given y 1 و x ضرب الprobability تبعاد y 3 given انه y 1 y y 2 x وهكذا تمام اوكي بضل السؤال الان كيف بنا نعمل تدريب لل neural translation model و قديش انه قديش انه بحتاج يعني data فعليا الاجابة لانه كيف بدك تدربه انه انت تحصل على big بال corpus طبعا ال big كلمة big هنا برجع بذكر انا ذكرتها في اول الفصل او في اول المحاضرات انه deep learning انه بيعتمد على huge data و فعليا انه بيبين الاثر طبعا مع huge data فما بنفع انه تقول والله بدي عمل deep deep learning model على few data لا لازم تكون data big عشان انه يعني يبين معاك الperformance طيب حاجة sequence to sequence بدنا نتفق على الشغل لانه هاي انه هو فعليا انه بيشتلك single system backpropagation يعني ممكن استخدم backpropagation algorithm لتدريبه وممكن نعتبره end to end system خلاص انا ما الي في التفاصيل جوه في language model جوه ما فيش language model لا خلاص انا في انا عندي input وهي output هدا بنسمي end to end system طيب نيجي لموضوع decoding decoding معناها انه الترجمة انه انت بدك تعمل feed ل source sentence عشان تعمل predict target sentence اه اوكي كيف نستخدم هدا الكلام طبعا انت بتعمل هنا feed لل start بتطلع لك هي بتاخد ها تعمل predict لها و هكذا طبعا هذا النظام اللي هو بنسمي greedy decoding the greedy decoding انه تاخد دايما most probable word each step يعني let's start ايش بيجي وراها انه most probable طلعت معايا هي طب اوكي عمنا feed لهي ايش most probable hit وهكذا تمام ايش المشكلة في هاد الطريقة المشكلة انه في هاي الطريقة انه بتقدر تتوقف يعني على سبيل المثال انه الانبوت انا عندي الم ان تغ ت هي hit me with a pi الان رحنا دخلنا ال start لهاي الاشارة طلعت انا عندي most probable هي اوكي دخلنا هي طلعت انه most probable hit دخلنا ال hit طلعت most probable وراها اي بس هنا اوبس انه انه hit me وليس a فبالتالي انت ما بنقدر نعمل go back خلاص راحت عليك فهاي مشكلة الجريدي انه كل مرة دائما انه انت بتاخد most probable وليس بالضرورة انه most probable هو صح لانه هنا انا عندي target يفترض انه يطلع hit me وهنا وهنا طلع hit a most probable كيف نعمل fix بهاي الشغلة انه احنا نستخدم حاجة اسمها exhaustive search decoding في exhaustive search decoding شو بروح بسوي بروح بوجد يعني بثبت length تبع translation اللي بيعمل maximize لهاي المعادلة اللي هي عبارة عن خاص ضرب هدول probabilities هدول كلهم لانه نحنا يعني نحكم انه فيش بيناتهم assumption هو في بيناتهم assumption بس مننا نعتمد في بيناتهم assumption okay فبالتالي بيصير مطلوب مني انه اعمل compute all possible sequences بدل ما انا دايما ااخد maximum لا بدي اشوف كل المسارات possible possible sequences واحسبها واروح اجيب maximum فيها تمام معنى ذلك انه this means انه في each step انت بتك تعمل track لل v possible partial translation والv هو عبار عن البوكابل size ما تخيل الموضو لو كانت عندك البوكابل انت عندك 10,000 ويكون في عندك 10,000 sequence بدك انه انت تتبعه حسنا بالتالي هذا this is too expensive بقى الطريقة الاولى ل greedy search فيها مشكلة انه منتقدر نعمل go back دائما انت بتاخد vast probability probability الاعلى probability بنقدرش نرجع طب الحل الثاني استخدم exhaustive exhaustive انه انت بتروح بتدور في كل possible sequences ولكن هادي it's too expensive طب شو الحل الحل انه استخدم الbeam search decoding وهو الشائع استخدام مفعليا ايش فكرة الbeam انه هو عبار عن حل بين الطرفين انه on each decoding each step of decoder في كل خطوة في decoder هادي الفكرة الاساسية تابعتو ايش بدأ اصد دي عمل keep track لل k most probable partial translation بروح انا بحديدهم بال k مش انه بدي اخد all possible sequences بيصير all possible sequences هنا انه too expensive انا باخد يعني il k most probable partial translation تمام هذه بنصميها الhypothesis الفرضيات انا عندي تمام والk هو beam size وعادة بيكون value تبعته بين الخمسة والعشرة تمام وك يعني عشان نحسب هذا الكلام انه انا في عندي هنا sequence من y 1 لغاية y t فبالتالي score رح يكون log probability score هذا بروح بطبق log probability بهذا الشكل تمام وبيدي اجيب high scoring hypothesis وعمل tracking لل top k في كل step طبعا اوكي هذا الحل ممتاز ولكن ما بد مام دائما انه تجيب optimal solution ولكن انه يعتبر فعال اكتر من exhaustive وافضل كدير يعني بكتير من greedy نشوف مثال اذا كانت k بتساوي 2 نشوف هذا الbeam size انه k بتساوي 2 نشوف كيف انه بدنا نتبع انه دائما بدي اتبع 2 most probable sequences نجي الان start start انا عندي انا عندي he والprobability تبعتها minus 7 والi الprobability تبعتها minus point 9 طبعا هنا انه انا دائما بدي ااخد الاعلى طبعا هنا بما انه اصلا مفيش عندي غير اتنين فبالتالي انا بصير مضطر انه اعمل exploration للمسارين هدول فبالتالي الهي بروح بفرحها بروح بروح بجيب انه انه الهي عبارة عن input انه ايش المست probable output للهي ازان input فبالتالي ايش طلع معايا hit struck وسترك وكذلك الاعي برضو لازم اطبق عليها لانه زي ما اتفقنا انه عدول تنين لازم استكشفهم طلع معايا الواز والقط فبالتالي هنا المينس واحد بوين سبعة مينس اتنين بوين تسعة مينس واحد بوين ستة و واحد بوين تمانية ايش اعلى رقمين انا موجود عندي اعلى رقمين اللي هو واحد بوين سبعة تمام واحد بوين ستة تمام لانه هنا بيجي بوين ستة وهنا اتنين بوين تسعة هدول اعلى رقمين فعلى هذا الاساس بروح بفرع الهت وبفرع الواز بعمل كيب تراك ل ال تنين هدول لانه اللي انا عندي البيم صايز اتنين فبالتالي الهت بتفريط بحا انه از الانبوت انه ايش الموست بروبه بالاوت بوت وسترك فعليا نيجي نحسب هنا اتنين بوين تمانية اتنين بوين خمسة اتنين بوين تسعة هادي كلها ارقام بالسالبة عشان هيك احنا هنا طبق الوج تمام scores are all negative the higher is the bitter هادي 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 تحط لك عليها صندوق اوكي فبالتالي انه الهائر is the bitter ايش فينا عندي اتنين تمانية اتنين خمسة اتنين تسعة تلاتة تمانية يبقى عرف عندي اتنين خمسة عفوا واتنين تمانية هادول اتنين انه لا هادول اعلى تنين بروح بفرع ال وبروح بفرع الم وهكدا في الاخير لما اصل للنهاية بلاقي انه المسار تبعي هايو زي هيك هذا المست بروح تراك تبعي اتنين اعمل باقي تراك عشان اجيب الفول هايبوثيس للبداية تمام فهي الفكرة تبعطو فبالتالي انه انجريدي ديكودي يجوالي وي ديكودي انتل دا موديل برويوز ان توكن ان توكن تمام فبالتالي انه اصلا الجمل بتكون هي محاطة ب ماركر للبداية والنهاية فبالتالي انت بعمل فيه للشتارت وبظلني اعمل ديكودي ديكودي لغاية لمن اصل للاند في البيم سيرش دفرن هايبوثيس سيز مي برويوز اند توكن دفرن تايم ستيبس الاند توكن هادي ممكن انه يتم توليف ها او انه يعني انتاج ها في 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 دفرن تايم ستيبس يعني على سبيل المثال ممكن نرجع للرسمة هادي ممكن هادي تيجي هنا انه يكون في عندي هنا اند سنتنس هنا تمام بس لا بكمل بستكشف تاني ممكن تطلع عندي هنا في مستوى ثاني الاند سنتنس هنا فهي معناة الكنان فهنا ايش المطلوب المطلوب انه when the hypothesis is complete ف place it aside حطها على شقة continue exploring other hypotheses via beam search حطها على شقة وكمل الباقي تمام يبقى هنا usually we continue beam search until ايش الشروط اول شرط انه we reach time stamp T خلاص بعد وقت معين انه بتوقف انه predefined انه cut off او or انه we have at least uncompleted hypothesis اوكي يعني انه يكون في عندي هنا انا خلاص انه وصلت لل end مسلا 3 اوكي ساعة خلاص بعمل stop اوكي اخر شغلة في beam search decoding انه longer hypothesis with fewer hypothesis with fewer hypothesis have lower scores فعليا لما انا اطلع اكتر من ما صار هذا الكلام طبيعي يعني نجي نرجع هنا لنفترض انه انا عندي هنا طلعت end of sentence هنا وما صار ثاني طلعت end of sentence هنا هالجملة سكور تبعا الجملة هاي والجملة هاي هاي رح يكون اقل من هاي لانه فعليا انا بضرب ارقام حاصل ضرب probability الرقام عشرية فبالتالي انه بزغر الرقم اكتر يعني كل ما كل ما كدرت عملية الضرب فشو الحل الحل انه انا بروح بعمل normalize فبالتالي لما يكون في عندي end of sentence اطوالها مختلفة عشان انه يكون في عدل بيناتهم بروح بعمل normalize by length تمام فبالتالي انه هاي الاختلاف انا عندي في الموضوع التي هو time step اوكي نيجي الان لالadvantages of neural machine translation شوفنا الstatistical machine translation بننقارنها بالneural machine translation الneural machine translation بالمقارنة بالstatistical لها العديد من الفوائض لها اداء افضل more fluent عندها طلاقة اكتر في الترجمة better use of context better use of similarity phrase similarity تمام وهنا a single neural network ممكن نحن نعمل لها optimize انه من نظام ال end to end فبالتالي هنا مريح جدا التعامل معها كل انظمة ال end to end انه مريح جدا التعامل معها يبقى هنا no sub components ما في عندي language model لحال ما في عندي translation model لحال خلاص single neural network وهي بتشيل شي لكلها يبقى هنا requires much less human engineering effort ما بتطلب اي engineering effort يعني او بالاحرى انه قليل بالمقار قليل جدا بالمقارنة بالstatistical machine translation وهذا الكلام انا يعني نفس الطريقة ممكن انطبقها على العديد من اللغات فبالتالي زي ما شفنا انه في advantages عديدة لل neural machine translation لكن هذا لا يمنع ان يكون في عندي disadvantages ل neural machine translation زي ايش انه انا في عندي عيب معروف ل neural machine translation انه less interpretable يعني غير قابل للتفسير بيطلع لنتائج يعني ليش تلاحيك الله اعلم it's hard to debug لو في مشكلة صعبة انه احنا نعمل debug لانه لنيران نظر كي عبارة عن black box فبالتالي إنه it's difficult to control انت شوف بعض الامثلة بعض الامثلة يعني بما انه خليني بس اقدم هيك شوية نحي امثلة اوكي خليني بصلها بالدور احسن يعني خليني اكمل 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 زي معنا نيجي نيجي لجزئية ال evaluation evaluation شغلة كتير مهمة زي ما اخدنا في language model كيف اعمل evaluation بعض الطرق مثلا زي perplexity او زي مثلا readability او استخدم طرق معينة يعني في في evaluation هنا برضو في machine translation في عندي standard matrix لازم اتعرف عليها الاول metric او صحه منتشارا هو blue blue هو bilingual evaluation under study او يبقى اللي blue بعمل compare للمachine written translation to the to one or several human written translation تمام and computes the similarity score معنى ذلك انه هو شو بقارن بقارن النص اللي طلعت المachine بالنص اللي كتبو human translator وبروح بحس بscore طبعا اللي blue بيدخل فيه الن gram precision يعني ممكن ادخل انه واحد اثنين تلاتة لغاية up to four grams تمام يعني بمعنى اخر انه انا في عندي blue blue واحد اللي blue هو blue واحد blue 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 4 فعليا انه بياخد انه different anagram anagram في حساب similarity score بين source بين الترجمة والhypothesis بين الترجمة الاصلية والhypothesis تمام اوكي اوكي اه طبعا ال blue بيبطيني مؤشر قديش انه machine transition هاده كويس ولكن انه imperfect تمام يبقى هنا there are many valid ways to translate sentences لانه هاد الكلام في عدة الطرق لترجمة الجملة اه ما في يعني ما حيش شغلات فيش فيها صح وغلط وقدرش اقول انه والله هاد افضل طريقة لترجمة الجملة فبالتالي في عدة الطرق في عدة الطرق لترجمة الجمل وهد الطرق يعني بيصير صعب انه انا قارنها بترجمة اللي تطلح حال نشين لانه هيك انت بتصير انه هاد الترجمة الصحية هاد الترجمة الصحية بتيجي بتقارن مع بعض بطلع البلو سكور تبعك مش كتير انه فهال طعم طيب نيجي نشوف اداء المachine translation عبر الزمن طبعا انا في عندي عدة انواع باللون الاحمر اللي هو phrase based statistical machine translation والازرق هو syntax based و هذا اللون على ما اعتقد انه الاخضر هو العبارة عن neural machine translation طبعا هنا neural machine translation فعليا ما بدت تظهر نتاج الا بعد 2015 هنا كان المنافسة بين syntax based والphrase based وكان الphrase based اداء افضل بكتير واضح تمام والstatistical machine translation انه كان في 2015 اداء اسوأ شوي من الphrase based والsyntax based ولكن انه تفوق عليهم في 2016 فبالتالي لو قصنا المنحنة انه بهذا الشكل انه لا هي صاعد المنحنة صاعد زي هيك المنحنة التانية لو ايجينا قصنا انه الازرق انه زي هيك ففي صعود برضو وكذلك الفرase based برضو في صعود لكن الاكتر هم صعودا هو لنيرال machine translation يبقى هو البيجست success story في ال NLP Deep Learning تمام من ريسيرش هامشية كانت في بداية ال 2014 لأكتر الطرق standard و متقدمة في 2016 يعني قفزة كتير كبيرة اول سنة ينشر فيها sick to sick كانت في 2014 في 2016 جوجل تحولت من statistical machine translation ل neural machine translation طبعا في شغلة كتير مذهلة انه statistical machine translation built by hundred of engineers تخيل قديش احنا محتاجين hundred engineers over many years تمام out before يعني تم تجاوز هذا النظام by neural machine translation trained by handful of engineers in a few months يعني بعض ال engineers انه يعني دربوا neural machine translation وتفوق على statistical تم تطوير عبر سنوات فنتائج مذهلة فعليا وفعليا اتحسنت الترجمة القليلية في السنوات الأخيرة بشكل كتير كبير لكن هل هل انه احنا خلاص نعتبر انه machine translation حليناها لا طبعا بطبيعة الحال فبالتالي انه the problem of machine translation is not sold yet في انا عندي العديد من الصعوبات زي ايش مثلا في عندي مشكلة out of vocabulary out of vocabulary انه انت دائما بدك يعني بدك انه انت تحد الموديل تبعك على vocabulary معين فلو ايجا نص انت عندك خارج vocabulary بيكون في عندك مشكلة الشغلة التانية domain mismatch عدم مطابقة domain تبعا train وتست data بطبيعة الحال يعني يعني على سبيل المثال انا حكيت لكم انه البراليل كوربوس متوفرة بشكل كبير لل UN resolutions او لقرارات الامم المتحدة او قرارات البرلمان الاوروبي ولكن انا بدي ماشين ترانسليشن سيستم في مجال السياحة فبالتالي هذا domain mismatch انت متاح انه انت تعمل train ب domain الو علاقة ب قرارات الامم المتحدة و قرارات الاتحاد الاوروبي البرلمان طبعه ولكن هذا domain لا يطابق domain السياحة والعكس صحيح يعني ممكن انت تلاقي يعني في domain معين ممكن تكون مش مناسب لدومين اخرى في عندي كذلك من ضمن الصعوبات اللي هو maintain context over longer text لما يكون text انه اطول في صعوبات للحفاظ على context في عند مشاكل في low resource languages الفكرة في الموضوع طالما انت في عندك pair أو parallel corpus pair of languages يعني لغتين معينتين خلاص اوكي بتقدر تبني machine translation system مش موجود ساعتها بتكون في مشكلة يعني وهذا الكلام برضو بينطبق على statistical machine translation بما انه فعليا statistical machine translation بيحتاج البرالي corpus فبالتالي هاي الجملة مش كتير انه هي ممكن نحنا ندخلها في المقارن يعني ندخلها في لا احنا عفوا ما بنقارن statistical اوكي يعني اوكي عفوا احنا بنحكي بشكل عام انه machine translation انه طالما انه انت في عندك parallel corpus بتقدر تبني machine translation مش موجود هذي تعطبر احد المحددات لا ايلا اوكي نشوف الصعوبات انه ليش ليش معتبرنا انه machine translation system انه مش مش الproblem هذي مش صول لسه لغاية الان طبعا في في الاسبانية في يعني proverbs او اقوال معروفة كتير و معناها الحرفي مضحك جدا يعني بس هي بتعني شغلة ثانية يعني هنا مي امي 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 تمام هذا التعبير الترجمة الحرفية تبعته انه has no hair on the tongue طبعا الاسبان لما بيحكوا عن واحد انه ما عنده شعر على لسانه معناها ذلك انه بيحكي بطلاقة هذا تعبير مجازي اللي يعني زي ك انه اللي مش عارف يحكي او اللي ما بيحكي بطلاقة بيكون فيه شعر على لسانه لكن انه يعني قول معروف بالنسبة لهم والله فلان ما فيه شعر على لسانه يعني بحكي بطلاقة فصيح اللسان تمام هذا مثال طبعا هذا مثال انه انت عندك هاي مثال في اللغة الاسبانية وهذا مثال التاني باللغة الهندية المثال التاني انه انت على صبيع المثال انه في اللهجة او في اللغة الماليزية انه انت عندك هاي حكينا له بشكل انه انت ما تحدد الجندر وهنا صار في عندي بايس على لانه في التريني ديتا انه البنات بشتغلوا كممرضات في الغالب والشباب بشتغلوا كمبرمجين فهو راح يعني تجاهل هذا الكلام كله وإيش تحكى انه حسب التريني ديتا انه تشتغل كممرضة و مع انه هنا حكينا له ما تحدد الجندر فهذه مشكلة في البياس شغلة تانية بدنا نوضح فيها الان انتر بريتابل انه انا ما في عندي امكانية انه انا عمل انتر بريتاشن ليش النتيجة طلعت زي هيك يعني عسبي المثال انه لو دخلت انه source language انه irish ودخلت اللو هذا sequence او هذا seed فالروح بتطلع لي هاي ال output فكيف طلع زي هيك لا تفسير وفيش تفسير او كي نيجي للموضوع الattention موضوع الattention موضوع الattention ببساطة انه ايش المشكلة ايش البطل نيج انا عندي البطل نيج انا عندي انه احنا اتفقنا انه انا في عندي encoder وعندي decoder تمام انكودي الast state دي بعملها feed للdecoder من encoder بعملها feed للdecoder عشان انه اطلع generate ال target output بهذا الشكل تمام وهذا الكلام انه هنا هي انه هاي السائم هذا موجود زي هيك يعني عشان ما تعتبرش انه هذا input برضو كذلك فالمشكلة انه البوتلنك انه فعليا انه انه الencoding لل source sentence انه بيحتاج انه احنا نعمل capture لكل الانفورميشن الموجودة في source sentence وهذا عبارة عن البوتلنك انا عندي في الهيدن state هذي بس انه انا اخد يعني فكرة عن كل يعني او اخد معلومات عن كل الجملة اللي موجودة عندي في الانفورميشن طب شو الحل الحل انه احنا نعمل attention ايش الattention and provide a solution to the bottleneck problem ايش الفكرة الاساسية تبعته في كل خطوة من الديكودر بروح منستخدم direct connection لل انكودر تمام طبعا احنا في الديكودر في الديكودر بدنا نعمل نستخدم direct connection لل encoder ونروح منركز على particular part of the source sequence كيف بهذه الكيفية الان الان احنا يعني هنا رحنا ضفنا شغلة جديدة اللي هو attention score تمام فبالتالي هذا الانبوت زي هيك خليني اوضح هنا اوكي انا اطلع بس على اخر hidden state في كل decoding step تمام انو انا ايش بروح بركز بروح بركز على يعني باخد connection من decoder اللي هو attention output تمام يبقى هذا هي الconnection زي هيك انو هاي باخد هذه الconnection تمام وهنا هادي عبارة عن softmax softmax انو هنا انا y6 يبقى بدي اركز على هاي بها الشكل يبقى بروح وطلع ليا في الoutput فهنا زي كأنو انا بقول له انو زود الweight طبعا انو ركز لعلى الinput sequence انو 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 لما تطلع الترجمة تبعت هذه كلمة يعني كأنو بتقول انو شغلة لها على قبل alignment بطريقة ما هذا الكلام y6 شوف لي هنا y3 y3 انو هنا زي ما انت شايف هاي و هاي انو طلعت softmax هي اعلى وحدة هاي attention distribution هذا من انو على score انو distribution او بياخد هذا output بيساهم في من attention output بيساهم في طبعا هذي كلام طالع من encoder بيساهم في produce للoutput y بهذا الشكل هذا y2 y2 انو هو ركز فعليا انو على هاي وعلى هاي طبعا بطبيعة الحال انو a inch on t اه عفوا ان 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 تغ t او او طبعا الكلام هذا بالمعادلات انو انا في عندي مجموعة من الهيدن state تمام فبالتالي الات attention scores اللي هو ال e t تمام هو عبارة عن مجموعة من hidden states بالاضافة للscores تبعتهم ال st طبعهم فانا ايش بدي اروح اساوي بدي اروح اطلع الصوفت max تبع الصور هدول وهو اللي ادخله لل decoder تمام طبعا ال attention كان ال تأثير كتير كتير ممتاز على machine translation حسن الاداء بشكل كبير حل مشكلة البوتل نيك problem انو انت لازم يكون في عندك information على كل الجملة انا لأ بترجم انا بترجم يعني يفترض في الترجمة انو بيتم التركيز فعلا على شغلات معينة في الترجمة فبالتالي انو في decoding طبعا هذا اثناء الترجمة انا بحكي اثناء الترجمة فعشان هيك انو حل مشكلة البوتل نيك تمام وكذلك انو حل مشكلة الvanishing gradient انو انت عندك ويتس بتتصفر حكينا عنها سابقا بالاضافة لذلك انو صار في عندي بعض الشفافية يعني بمعنى اخر صار في عندي هنا بعض الinterpretability يعني صار في عندي بعض الشفافية او القدرة على تفسير النتائج بطريقة ما فبالتالي هنا we got soft alignment for free فعليا هو بيشتغل زي alignment بالضبط اوكي الattention in general في deep learning technique لأنه فعليا مش مستخدم فقط فعليا هو مستخدم في العديد من sequence to sequence model في تحسين الاداة تبعها بشكل كتير كبير في العديد من التاسك مش فقط المachine translation تمام فخلينا نعطي تعريف عام more general definition بناء على هذا الكلام بما انو بتم استخدامه في تاسك عديدة given a set of vector values and a vector query attention is a technique to compute the weighted sum of the values depending on the query بناء على الكويري اللي هو الانبوت تمام بروح بحسب الweighted sum لهدول الvalues تبع الvector اللي هو الattention vector تمام اوكي طيب وعنه هدل model احنا نحكي انو sick to sick z attention model عشان نحن نعيز تمام نفس الكلام الweighted sum هو عبر عن selective summary of the information contained in the value selective انو هو بنتقي شغلات معينة أو بالأحرى كلمات معينة في حال كانت التاسكية machine translation يمجاهين الattention is a way of to obtain a fixed size representation of an abritrary set of representations ليا values معنى ذلك انو انت دايما الvector طبع attention طوله ثابت تمام وبمثلك values هذه تبعات ال input انت بتروح بتدخل ها ل decoder عشان انو ياخدها بيعين الاعتبار اوكي هنا بس بدي انو ال attention في ال several variants ال variants هادي انو ممكن انو تم استخدامها في يعني بمعادلات عديدة او طرق عديدة تمام هيك تقريبا احنا بنكون وصلنا لنهاية المحاضرة فعليا احنا تعلمنا عن machine translation كيف كانت الحقبة تبعت من التسعينات لغاية الـ 2010 ما بعد الـ 2010 شو صار فعليا تحديدا في 2014 انو بدأت neural machine translation بشكل سريع تستبدل الـ statistical machine translation وشفنا sequence to sequence architecture تبعت الـ neural machine translation وشفنا كذلك الـ attention هي عبارة عن طريقة تفوكس على التركيز على particular input أو part of the input sequence طبعا هذا التركيز بيكون من خلال weight vector يعني الـ attention هو عبارة عن weight vector والـ weight هذا بيمثل انو كل ما زودت الـ weight لـ input معين وكأنو انت بتقول له يعني ركز لي على input هذا في عملية decode يعني ركز لي على ترجمة هاي الكلمة فعليا وانت قاعد بالترجم أو ركز لي على الكلمة هذه وانت قاعد بالترجم تمام وشفنا انو حسن هذا sequence to sequence machine translation بشكل كتير كبير وهيكو نكون خلصنا المحاضرة ونعطيكم العافية